السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير لكم جميعا اليوم عبصور الفيديو مساء رح حاول امنتج الفيديو بشكل سريع وان شاء الله برفعه وبنشره بعض الافطار نتمنى لكم ايضا صياما مقبولا وافطارا شهيا فبعض الافطار ممكن يعني نتفرج على الفيديو فيه معلومات هامية جدا رح نبدأ اولا باعلان وزير الصحة الالماني سيد كال لوطبخ عن انتهاء جائحة كورونا في المانيا وهذا يعني ان كل الاجراءات المرتبطة بالجائحة الاجراءات المتبقية الخفيفة يعني معظمة تم الغاءة ستنتهي يعني بتاريخ ستة ابخل ستة اربعة وبالتالي لن يتم تجديدها ولاخر مرة اجتمع ايضا مجلس الخبراء الذي تعتمد عليه الحكومة في الاخذ برأيه في الجائحة وبالتالي تم الاعلان عن ان الجائحة انتهت الشيء المهم ولكن هو ان الوزير الصحة الالماني اعتبر ان سياسة واستراتيجية المانيا خلال الجائحة كانت ناجحة الى حد بعيد ونجحت المانيا في التغلب على هذه الجائحة بشكل جيد مقارنة مع دول اوروبية اخرى كمان نعرف او دول اخرى في العالم يعني كمان المانيا تخطت الجائحة بشكل افضل بكثير من دول اخرى ولكن بنفس الوقت كان بعض الاشياء ممكن المانيا او امناخنا بعد انتهت الجائحة كان في اشياء ممكن ما عملناها افضل او كانت لو عملناها بطريقة اخرى او مختلفة افضل من الاشياء اللي تحدث عنها الوزير ايضا هو موضوع اغلاق المدارس ورياض الاطفال نعرف خلال اللوكداونات اللي شفناها تم اغلاق المدارس ايضا وحرمان التلميذ ما ذهب الى المدرسة ربما كانت هذه الاجراءات مبالغ بها اجراء اخر سبق واعترفت فيه ايضا المسشارة الالمانية انجيلا ماكل قالت انه في ذلك الوقت ايضا موضوع منع الاهالي من التواصل مع الاقاربهم المسنين في دور رعاية المسنين يعني والبعض منهم توفي ايضا بهذه الجائحة دون ان يرى اقرب اقربائه ايضا فهذا كان ربما ايضا من الاخطاء او الاجراءات المبالغ بها كان ايضا في فترة الجائحة والسبب هو ان الكل كان متخوف ولا يعلم ولا يعرف طبيعة الجائحة لطبيعة الفيروس لأي درجة ممكن تكون خطيرة هالجائحة فبالتالي يعني بعض الاشياء كان يمكن ربما ايدارتها بشكل افضل. نتقل الان للموضوع التالي رسالة مفتوحة تم توجيهها الان الى المستشار الالماني اولاف شولتس وقع عليها 240 شخصية من المانيا من الفعاليات الاقتصادية والدينية والمجتمع والسياسيين وليس فقط من اعضاء حزب الخضر ومن اعضاء حزاب اخرى وبما فيهم ايضا حزب السيد او تطالب المستشار الالماني بان يقوم بتسريع اجراءات حماية المناخ وان الاجراءات وسياسته لحد الان غير كافية لحماية المناخ. طبعا لما بس معنا هيك جملة ممكن نحن نستغرب اكثر حكومة ربما في كل بين كل دول العالم الان التي تقوم بفرض اقصى الاجراءات لحماية المناخ هي الحكومة الالمانية الحالية. المانيا كدولة وهذه الحكومة تحديدا غير الحكومات السابقة. الواضح انه حتى الحكومة الحالية يعني بتحاول تعود ما فاتها او السياسات التي فاتتها الماني كبير من في الحكومات السابقة. وبالتالي الان يعني حكومة كما نعلم يعني تتجه بشكل رئيسي الى الطاقات المتجددة والنظيفة. وكل ذلك ايضا من اجل حماية المناخ. فالمطالبة حتى بمزيد الاجراءات يعني العديد الفعاليات اللي شفناها غير راضية حتى عن الاجراءات التي تم اتخاذها لحد الان. سؤال يعني هام جدا يعني حابب حتى يعني انه اسمع رأيكم فيه. طبعا نحن نعلم انه موضوع حماية المناخ. موضوع المناخ هو موضوع عالمي. عندما ترتفع درج حرارة الارض. طبعا عبي تسبب هذا الشي بزوبان السلوج ايضا في الاقطاب القطب الشمالي والجنوبي. ارتفاع منسوب مياه البحر. اه تهديد العديد من المدن الساحلية بالغرق. ارتفاع درج حرارة الارض ايضا عبي اثر مسلا على الشعب المرجانية امام استراليا. فعبي ادي الى موت العديد من الشعب المرجاني اللي تعتبر بيئة اهمة جدا للعديد ايضا الكائنات الحية. فاذا التأثير عالمي. فالسؤال لماذا المانيا تقوم بكل هذه الاجراءات لحماية المناخ وبشكل مكلف جدا. يعني مثلا مثل موضوع انتقال للتدفئة عن طريق الكهرباء الفامبومب بدل من مثلا الغاز او حتى شفنا يعني البنزين الديزل كل هذه الاشياء الاستغناء عنها. فالطاقات القديمة ربما الارخص هي حاليا حتى موضوع المفاعلات النووية يعني الان خروجة عن العمل يعني بشكل نهائي. فلماذا هذا التكلف هذه التكلفة العالية خاصة على الشعب لحماية المناخ بينما الدول الاخرى لا تزال مثلا تستعمل التدفئة عن طريق حرق الاطارات او البلاستيك للتدفئة. طالما ان الاسر عالمي. فالمطالبة الان للمستشار بالمزيد من الاجراءات. ننتقل الان للموضوع التالي. وسط بعض الاشياء السلبية مثل ارتفاع الاسعار اللي عم تشوفها والخروج من الجائحة الحرب الروسية الاوكرانية. هناك بعض الاشياء الايجابية ايضا. رغم ان نعرف اسعار المواد عم ترتفع بشكل كتير كبير بسبب التضخم. البنك البركز يعني بحاول يمنع التضخم من الاسديات عن طريق رفع نسبة الفائدة. ولكن نسبة الفائدة لحد الان لايتسن سلاتة ونصب المية عندنا نسبة فائدة سبعة ونصب المية على الاقل. فموضوع بحاجة لمزيد من الاجراءات. ولكن هناك بصيص امل بعض المواد عادت اسعارها الى الانخفاض. شفنا في وقت سابق سعر الزبدة عاد وانخفاض بعدها ارتفع بشكل كبير. الان في امل بمنتجين انه رئيسيين انه ترجع تنخفض اسعارهم. هن منتجات الزيوت وبشكل خاص زيت دوار الشمس وايضا الميل ايضا الطحين اللي بيأثر طبعا على اسعار الخبز. نتمنى انه نشهد في الان في الوقت القادم عودة انخفاض اذا انخفض اسعار الطحين مرة اخرى انخفاض اسعار الخبز. وبنفس الوقت انخفاض اسعار زيت اه ايضا اه دوار الشمس. اليوم انا شخصيا صورت لكم صورة اه في من محل ليدل نزلت اه سعر ارنية الزنبلو من اول زيت دوار الشمس الى اويرو تمامينة تمامين سنت بعد ان كانت قد وصلت في وقت سابق الى خمسة يورو. طبعا موضوع زيت تحديدا مرتبط بالحرب الروسية والاوكرانية دول الرئيسية منتجة لهذا المنتج. ولكن على الاقل هناك امل بانخفاض اسعار بعض المواد مرة اخرى. هزا الشيء جيد من الناحية وان لم دعوا دل الاسعار القديمة التي كنا نعلم نعرفها قبل سنوات. الشيء الاخر انه مع الاسف مع ذلك العديد من المواد عبترتفع اسعارها. وبعض الان في صراع حاصل الان بين المحلات يعني السلاسة الرئيسية التي تبيع مثل ريف ايديكا. يلي الان عم بيدخلوا بمشاكل مع المصنعين دي بعض الاشياء. المنتجات يعني مثل المنتجات احيانا معارس سنيكرز هالاشياء مثلا كوكاكولا الشركات الكبيرة. يلي احيانا حسب قول هزي السلاسل انه عبرتفعوا منتجاتهم لأسباب غير مبررة او غير مبررة او غير مقنعة فقط لاستغلال الظرف الحاصل وتحقيق ارباح خيالية. فبالتالي الان عديد من السلاسل المحلات اللي عبرترفض بها هالمنتجات تقول انا ما بغش زبايني وبحط الاسعار هالمنتجات فخلاص خيط تطلع المنتجات ما عدى بيعة ولا انه افرض هيك اسعار غالية على الزباين. خطوة جيدة طبعا من ناحية ولكن نتمنى ايضا انه بشكل عام يتم هذا الشيء يعني يتم ممارسة هذا الضغط على العديد من الشركات المصنعة اللي عبرتبيع مواده في هذه المحلات. اما الان رح ننتقل لموضوع اخر مختلف وزيرة الداخلية الالمانية السيدة نانسي فيزا. الان هي تريد ان تقوم باجراء جديد حول موضوع حمل السكين في المانيا. شفنا مع الاسف في الشديد في الفترة الماضي حوادث طعن مختلفة يعني سواء من ناس بالغين او حتى قاصرين. مثل زكرة المستشأرة او الوزيرة وزيرة الداخلية ايضا وحادث طعن في القطار اللي صارت ايضا وايضا الطفلة اللي تم طعنة ايضا قبل اطفال ايضا اخرين حتى لا يمكن يعني انه اه محاكمتهم عن طريق القانون. فموضوع حمل السكين اللي انا عبتت اه المستشأ يعني او معاطق معينة منها وسائل المواصلات قطارات باصات عنه فات. طب هاد الشيء بالاصل موجود في قوانين ضابطة لهذا الموضوع ولكن الحديث هو عن منع كامل وبالتالي قالت انه كما في الطائرات يعني يمنع استخدام هذه الاشياء فايضا في وسائل المواصلات العامة لباصات قطارات يجب ان يتم منعها ايضا ولكن السؤال كيف سيتم تطبيق ذلك؟ نعرف في المطارات بيتم التفتيش قبل ما تصعد الناس للطائرة بشكل دقيق جدا وبالتالي مستبعد جدا. اما فهل يمكن تفتيش الناس بشكل يومي قبل صعودهم الى الباص او القطار او دخولهم الى البانو فهذا الموضوع معقد يعني وبحاجة بالتاكيد الى اجراءات كبيرة لذلك عبتتحدث الان الوزيرة ايضا عنه ان هناك رغبة بمنع هذا الموضوع الان حمل السكين يعني فعلا تسبب بكوارس كبيرة في الفترة الماضية في المانيا. هذا من ناحية. من ناحية اخرى ولكن هي رافضة لتخفيض سن الان سن يعني الذي يسمح بمعاقبة الناس في المانيا. بنعرف انه سن الاربطعش هو الرقم الحاسم تحت الاربطعش ما في عقوبة طبعا يونت في يونت ماس نعم يعني طبعا ولكن تحت الاربطعش ما في عقوبة فوق الاربطعش المانيا من الدول اللي حتى حتى سن الاربطعش كحد فاصل في المانيا وهي ضد تخفيض هذا العمر. هذا الموضوع من ناحية. من ناحية اخرى ننتقل لموضوع اخر ايضا من وزير الداخلية الالمانية السيدة نانسي فيزا التي هي الان ضد يقاف تدفق اللاجئين الى المانيا. المانيا عبت عاني متدفق عدد كبير من اللاجئين عام الماضي فقط من اوكرانيا مليون وايضا يعني من كل البلدان الاخرى ميتين الف حوالي ميتين الف شخص ايضا باتجاه المانيا. البلديات في المانيا عبت عاني ما في مكان يحطوا اللاجئين ما في الدور اللاجئين. طبعا ايضا رعاية اللاجئين عبتتراجع في هالحالة مع وصولها الاعداد الكبيرة الضخمة الان الى المانيا. في البلدية طيب الطالب مساعدة الحكومة المركزية بالمساعدة سواء بالاموال او حتى بالمبيت. يعني تأمين دور لسكن اللاجئين. ولكن اليوم خيبت املهم ايضا وزيرة الداخلية الالمانية مرة اخرى. وقالت انه يعني معظم اللاجئين الان يأتون الى المانيا من اوكرانيا. وبالتالي لا يمكن وضع سقف للانسانية. يعني ما فينا نحدد نحن رقمنا اكثر من هيك ما بنستقبل. لانه الموضوع انساني بحث حسب قولها. خاصة لانه معظم اللاجئين القادمون الان قادمين من اوكرانيا. وبالتالي هي ضد تحديد عدد اللاجئين الواصلين الى المانيا. ومع ذلك البلديات يعني عبد الطالب بالمساعدة من قبل الحكومة المركزية. ننتخل الان الى موضوع اخر شيق جدا. نعرف انه وزير الاقتصاد الالماني سيد غوبة هابك. وهو نائب المستشار الالماني نائب اولاف شولز ايضا توجهها برحلة الى اوكرانيا. من الاشياء المهمة طبعا انه تم التبعص هو الموضوع اعادة العمار ووضع المشاريع. ولكن بشكل رئيسي نقطة جدا استوقفتني يعني وطبعا الاعلام ايضا بتحدث عنها وحابب ان اقولكم اياها. واسمع وجهة نظركن فيها. الا وهي انه مع ان تستمر اوكرانيا في استخدام مفعالات نوية لتوليد الطاقة الكهربائية وحتى ان تقوم المانيا واوروبا بشراء هذه الطاقة الكهربائية من اوكرانيا. بينما المانيا تملك 22 مفاعل نووية و23 ويتم اه تم الغاء واخراجها من الخدمة الواحدة الى الاخر. اخر الثلاثة الان خمسة عشر اربعة انتهت خدمتن. وهي تعتبر من افضل واجود واكسر المفاعلات امانا في العالم يتم اخراجها الان من الخدمة. بينما الوزير الاقتصاد هو مع ان تستمر اوكرانيا في استعمال مفاعلاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية بحجة انها موجودة. وتم بناؤها. وطالما انه انها امنة. فيمكن ان يستمر استخدامها. بينما في المانيا نحن عم نستغني عن طاقة نووية الرخيصة. مقابل ان ننتقل للطاقات متجددة. ولكن حتى نكون منصفين الهدف ليس فقط هذا. وحماية المناخ. شفنا نحن في الخطة الاخيرة اه لتطوير وتجديد المانيا. طبعا المانيا بدها تتخلص من التبعية لدول اخرى. خاصة فيما تعلق بالطاقة البنزين ديزل غاز. طاقات الحفورية. يعني هذا سبب اخر وليس فقط حماية المناخ. شفنا نكون موضوعين يعني ايضا. ولكن الوزير ايضا مع هذه النقطة. علما انه ايضا نجح في اقناع اوكرانيا بان تتحول بنسبة خمسين بالمية ايضا الى الطاقات المتجددة كما المانيا. لان اوكرانيا تملك مساحات كبيرة وعادة ساعات سطوع شمس احتى اكثر من بعض المناطق في المانيا. فبالتالي ايضا هناك يعني رغبة باخناع اوكرانيا ايضا بالاتقال الى الطاقات المتجددة. ولكن المفاعلات نووية الموجودة هناك مسموح لها بالعمل وتصدير الكهرباء الى اوروبا. بينما نقوم نحن في المانيا باخراجها من الخدمة. هيك بيكون اعملنا جولة واسعة الهم المعلومات من المانيا. تحياتي لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.